مرة أخرى يؤكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عدم نيته العودة إلى رئاسة الحكومة وهو في هذا الإطار لجأ إلى موقع تويتر لتدعيم موقفه بسلسلة تغريدات قائلاً إن التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودة إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميل مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد قرار حاسم أن كرسية السلطة صار خلفي وأن استقالة استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريقة إلى مرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال وأرفق الحريري هتين التغريدتين بثالثة كتب فيها أما للمتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين إن أحداً من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة أقول سعد الحريري اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده فتش عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة الحريري رأس الاجتماع الأسبوعي لكتلة المستقبل التي حذرت من استمرار المماطلة في تأليف الحكومة ومن السباق الجاري على الحقائب والنسب وحصص التمثيل وتوقفت كذلك عند الأحداث التي شهدها وسط بيروت وما رفقها من مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين إن ولادة الحكومة بات حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنب الإنجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية فهل من يسمع بعد طول انتظار إن أمن العاصمة وسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة فيها وفي سائر المناطق هي أمانة كل الشرفاء في لبنان لدى المحتجين والمتظاهرين ولا يصح أن تتحول تحت أي ظرف من الظروف إلى هدف لتنفيس الغضب الشعبي أو وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لتجمعات وأحزاب تستحضر أحقاض مزمنة لتمارس الانتقام من مشروع الرئيس الشهيد رفيق حريري لإعادة أعمار وسط بيروت ورأت الكتلة أن الإجراءات الأمنية التي تتولاها الجهات المختصة لا تعفم واقع المسئولية الدستورية من دورها في تأليف الحكومة والتوقف عن سياسة هدر الوقت وإنكار المتغيرات والوقائع التي طرأت بعد 17 من تشرين